اشتركوا في القناة لدروس مادة الاحصى للقسم العلمي وان شاء الله ياربي تستفيدوا مننا ونستفيدوا مع بعضنا وتكون الحلقات تأدي الغرض اللي احنا نبوه انكم كلكم على بعض السنة هادي ان شاء الله نشوفوكم في اعلى المراتب ونشوفوكم السنة الجاية في الجامعات بنبدو من الجزء التاني من الكتاب في المرحلة هادي منهج الاحصى طبعا هذا منهج الكل يتخوفوا مننا لكن ان شاء الله مع بعض ما نتخوفوش من المنهج هذا ونشوفو مع بعضنا حنبدو من توزيعات احتمالية هامة التوزيعات هادي الكل يعرف ان الاحصى عبارة عن بيانات زي ما اخدتوها في المرحلة اللي قبل واخدتوها في سنة تانية وعرفتوا البيانات اللي عيننا ابداتوا في الاحتمالات وابداتوا في المتغيرات عرفتوا عندنا تغيرات او متغيرات منفصلة ومتصلة بعد هكي المتغيرات هادي بنلقو كل مجموعة منها تنقسم لنوع معين نبدو في المنضوعات الاول نوع الاول من المتغيرات اللي هي متغيرات متقطعة المتغيرات المتقطعة هادي تعريفها عبارة عن متغيرات قابلة للعدد باعداد صحيحة لما نجي نفسرها والضواهر اللي موجودة للضواهر او للمتغيرات المتقطعة نلقو انها تنقسم لنوعين تقريبا اساسيين اللي موجودين عندكم يا اما يكون توزيع دول حدين او انه يكون توزيع بويسون لكل توزيع فيهم خاصية خاصة بي او لكل ظاهرة تتبع نوع من التوزيعات هادي كيف نعرفوا اذا كانت تجربة اللي عندنا دول حدين او تجربة بويسون من التعريف او بالاسلوب احنا اللي حطينا هذا ليكم اسلوب مقارنة بين التوزيعين مش لما تكون عندك يا طالب اي مسألة تعرف وين تمشي واي توزيع اتبعها من تعريفها يقول لك هي عيب عبارة عن تجربة عشوائية وطبعا عرفنا شن هي التجربة العشوائية في الباب الاول التجربة العشوائية نكررها ليكم طبعا التكرار مهم لنا في الاحصة وفي جميع المواد التكرار يعلم تجربة العشوائية عبارة عن تجربة نعرف جميع نتائجها الممكنة لكن اي نتيجة بتظهر عندنا اولا لا يمكن الا بعد اجراء التجربة بصورة مختصرة التجربة هادي لما يتم تكرارها ان من المرات من المحاولات وكان هنا احتمال النجاح تابت في جميع المحاولات هادي انسموها تجربة دول حدين او ذات الحدين لكن لما تكون التجربة اللي عندنا تعطي نتيجتها قيمة المتغير الذي يمثل العدد الكلي لمرات الحصول على حدث ما في فترة زمنية هنا يجي الفرق لازم تكون عندنا فترة زمنية لما نلقو عندنا فترة زمنية سواء كانت تانية دقيقة ساعة سنة او اي نوع من الفترات او تكون عندنا منطقة محددة اللي هي جغرافية معناها التجربة اللي عندنا عبارة عن تجربة بويسون هذا الفرق الاساسي في التعريف بينها التجربة اللي محددة بمنطقة معينة ممكن تكون اخطاء في كتاب ممكن تكون مساحة يعني مكان معين فعلى طول بنعرفوا ان هذه عبارة عن تجربة بويسون التجربة هذه وتجربة ذات الحدين وتغيرات او تتبع المتغيرات المتقطعة هذا بالنسبة لي تعريفهم نجو لي شروط التجربة الاولى اللي هي تجربة ذات الحدين اول شرط فيها تكون تجربة عشوائية تتكون من ان من المحاولات المتماتلة يعني لازم تكون عندنا المحاولات متماتلة باستمرار يعني شم معنى متماتلة نقروها تحت نفس الظروف الشرط التاني ان نصف النتائج او نصنف النتائج اللي موجودة عندنا لتصنيفين نجاح اللي هو بي او فشل كيو شم معنى النجاح وشم معنى الفشل مش بالمعنى التقليدي لكن معنى كلمة نجاح النتيجة اللي احنا نبوها مثلا لو كان هننا طالب بيمشي الامتحان نبينعرف نتيجته هاد احنا في النجاح العادي نسموه انه هو ناجح لكن عندي تجربة واحد بيدير تحليل معين لو كان بيدير تحليل دم النتيجة عادة نبوها تكون نتيجة سلبية النتيجة السلبية هي اللي نسموها نجاح النتيجة المعاكسة لها نسموها الفشل او في الاحصى وزي ما تعرفنا في الباب الاول اللي هي المكملة للنتيجة الموجودة عندنا نسموها تجربة او احتمال لكيو طبعا لازم تلاحظوا ان احنا هنه ندوه على احتمالات بي احتمال كيو احتمال البي والكيو مع بعضهم احتمالات مكملة لبعضهم بعد هكي او الشرط التالت اللي موجود عندنا جميع المحاولات مستقلة عن بعضها الشرط الاستقلالية مهم جدا وتعرفنا على معنى الاستقلالية في الباب الاول وكلكم عارفينا الشرط الرابع احتمال النجاح تابت من مرحلة لاخرى هذه شروط تجربة ذات الحدين اربع شروط باستمرار كروا ومع بعض شن هي التجربة التجربة بتلقوا فيها نتيجتين فقط اما نجاح او فشل معناها ذات الحدين بواسم هتلقوا عبارة عن معدل زمني او مكاني هذا متغير بواسم من هنا ننطلقوا ونبدو نكملوا بقية الخطوات اللي عندنا نجو لي الدوال او دالة التوزيع الاحتمالي لكل واحد فيهم هذا الفرق الثاني بين التوزيعين دالة التوزيع الاحتمالي تكتب بالصورة هذه بي اكس ان والبي عبارة عن او تسوينا توفيق اكس من ان بي او اس اكس اكيو اس ان ناقص اكس وقيم الاكس من سفر الى ان نجي اللحظة هنا الفرق بين الحدود ان الحدود هنا من سفر الان لان التجربة ماشية لان من المرات لكن هنا ماشية لما لا نهاية المعدل المعدل الزمني ينطلق من سفر لاي حدود ياخدها طبعا اكتبنا الان والبي هادو نعتبروهم في الاحصة عبارة عن معالم التوزيع اللي على اساسهم يتم التوزيع الان والبي معلمتا التوزيع يعتمد عليهم التوزيع اعتماد كلي لو ما عنديش الان وما عنديش البي ما نقدرش نوجد التوزيع ما نقدرش نوجد الدالة الاحتمالية بالنسبة ليه توزيع وايسون نيقى عندي اللامضة هي عبارة عن معلمة التوزيع قاعدين نشرحوا بشكل مقارن مش تقدروا تميزوا بين كل توزيع والتاني نجي نكمل تعرفات هنا هنا عندي ان عدد المحاولات الكلية للتجربة البيه احتمال النجاح في المحاولة او في المرة الواحدة اللامضة هي عبارة عن معدل وقوع الحدد في وحدة زمنية او وحدة مكانية وفي او بعد هكي هنعرفوا انه اللامضة هادي هي عبارة عن الوسط الحسابي للتوزيع يعني بالامكان انه تلقى تعريف لامضة اعطيك بصورة صريحة لامضة او تعطيك الوسط الحسابي نكملوا باقي المقارنة اه طبعا اه اه طبعا اهنا جينا كرنا هالكم بالنسبة لها لكن باللاحظة هنا ايه انه لما نجي نجمع البي والكيو قلنا احتمالات مكملة لبعضهم لما نجي نقولك بي زايد كيو تسوينا ان طبعا نقاس فين مش موجودة الان هنا منها نقدروا نطلعوا او تسوينا واحد منها نقدروا نطلعوا ان الكيو عبارة عن واحد ناقص البي والاكس هادي عدد المحاولات الناجحة اللي هو المتغير اللي بيكون عندي الاكس نفس الشي هنا العدد الكلي لمرات ظهور الظاهرة عندنا وعندنا الاي التابت اللي موجود عندنا في التوزيع عبارة عن اتنين فاصلة واحد وسبعين تمامية وثمانية وعشرين الوسط الحسابي لما يكون عندنا اي توزيع احتمالي لازم نعرفه فيه معلومات مهمة نعرفه الوسط والتباين اللي توزيع دات الحدين بنيجو الوسط الحسابي ميو يسوينا ان ضرب بي ضرب كيو ان بي كيو معالم التوزيع نضربها في بعضها التباين سيجما تربيع بيسوينا ان بي كيو اسفل جدا هنا يعني لدينا خطأ طبعا هنا تكون ان بي وهناي ان بي كيو بالنسبة لي الوسط الحسابي لتوزيع بويسون الميو تسوينا لمضة نلقو ان اللمضة هادي هي نفسها التباين يعني المعدل هو لمضة الوسط هو لمضة التباين هو لمضة في الحالة هادي الكل متسويين مع بعضهم هذا بالنسبة لينا التوزيعين مع بعضهم اهني عندنا ملاحظة مهمة الملاحظة هادي شن تقول تقول انه لمعرفة نوع التوزيع باستخدام الكلمات في المسائل اللفضية الاحساب كلها عبارة عن مسائل لفضية نقدروا نشوفوا توزيع ذات الحدين انه يقول مسألة لما يقول لك فيها كلمة احتمال او يقول لك كلمة نسبة ويعطيها لك من بداية المسألة معناها التوزيع اللي عندك ذات الحدين لكن لما يجي يقول لك اذا علمت انه معدل متوسط تباين يعني هنه هو يدوي تلقائيا عن تجربة بويسون الملاحظة الثانية مجموع الاحتمالات بيسوينا واحد وهذا اللي تعرفنا عليه في الباب الاول انه مجموع الاحتمالات يسوينا واحد يعني هنه لو كان عندنا مطلوب منا احتمال الاكس اكبر من او تسوي ان فانه شن يسوينا الاحتمال هذا لما نقوله اكبر من او يسوي ان وتكون الان كبيرة جدا لما بنمشي مثال بسيط نقول لك الان تسوي 15 نبي نوجد اكبر من اثنين معناها بنمشي من اثنين او من ثلاثة لخمستاش بيكون احتمالات كبيرة هلبة نقدروا نختصروا الوقت ان احنا نوجدو القانون بطريقة مكملة اللي هي بتكون واحد ناقص باقل من ان هنه كان المتباينة اكبر من او تساوي ان غيروها لأقل من فبالامكان نوجدوها ويكون الناتج عندنا صحيح واختصرنا وقت واختصرنا جهد وطبعا من اهم الشروط الاساسية في الاحصاء وفي علم الاحصاء اختصار وقت وجهد وما طبعا نستخدموها زي ما كاتبين هنا عندما يكون حجم العينة او حجم مرات تكرار التجربة كبير جدا نبدو مع بعضنا في الامثلة ونشوف اول مثال ونشوف كيف نطبق عليه وكيف نعرفوه اذا كان توزيع ذات الحدين او توزيع وايسون المثال يقول لي اذا كان احتمال وصول طائرة الى مطار ترابلس في موعدها جاي قال كلمة احتمال طالما تكر كلمة احتمال معناه على طول التجربة بتكون عندي ذات الحدين بعدين حاجة تانية التجربة اللي عندي هنايا يا اما التطيارة توصل او ما توصلش نتيجتين فقط بما انها نتيجتين معناها تجربة ذات الحدين جاي اعطانا القيمة قالك في تجربة وصول طائرة الى مطار ترابلس في موعدها احتمالها ثلاثة اربعة قامت ثلاث طيارات جاي اعطانا ثلاث طيارات اعطانا عدد العدد هذا يعني عدد مرات او محاولات اللي هي قلنا عليها الان اللي متجهة الى مطار ترابلس هني دواء طالب مننا طالب مننا رقم واحد التوزيع الاحتمالي لعدد الطائرات التي تصل في موعدها رقم اثنين متوسط التوزيع وتباينه وانحرافه المعياني رقم ثلاثة احتمال وصول طائرتين على الاقل في موعدها نبدو بالخطوة ونحلوه ونحط المعطيات اللي عندنا ثلاثة اربعة قلنا احتمال هو الاحتمال اللي نبوه هذا بيكون البي ثلاثة اربعة كيف نطلعوا الكيو نقولوا كيو تساوي واحد ناقص بي زي ما اذكرنا احتمال مكمل مجموعة الاحتمالات واحد لما نطرح بيعطيني الاحتمال المكمل لها واحد ناقص ثلاثة اربعة ربع طلعت لنا الكيو الان ثلاث مرات أو ثلاث طائرات هذه المعلومات الكافية أو معالم التوزيع اللي منا نقدروا نوجده التوزيع الاحتمالي اللي طالبه جي عرفنا اكس لازم بيكون عندي اكس شن هو الاكس هناي عبارة عن حدث يمثل عدد الطائرات التي تصل في موعدها لان قالنا احتمال وصول الطائرة الى مطار معناه هي هادي الاكس بعدين شن هي القيم اللي بتاخدها اكس عنا ثلاث طيارات يا اما ما تصلش هنحطه سفر او توصل طيارة واحدة او طيارتين او ثلاث طيارات احتمال او قيم اكس في التوزيع تبدأ من سفر لان دينا من سفر للان ثلاثة اللي هي كانت موجودة في البداية نجو نكتبو الدالة اللي عندنا ونعودو بكل البيانات وصار عندنا تعويض مباشر الاف او اكس نحطوها متغير طالما انه طلب منا توزيع احتمالي معناها الاكس لازم تكون موجودة بصورة اكس ما تكونش قيمة الارقام اللي نعودو عنهم الان والكيو والبي هي اللي نعودو عنها عودنا عن الان بثلاثة البي تلت ارباع بتسوينا توفيق اكس من ان اكس مضربة في بي اس اكس مضربة في كيو اس ان ناقص اكس هذا نسموه التوزيع الاحتمالي وبالامكان ان نكملو نعودو عن التوزيع هذا اللي موجود عندي جي هنا يا بنبدو بعد مكتبنا الصورة بصورة عامة المعادلة اللي عندنا بنجي نقول طلب مني التوزيع الاحتمالي لعدد الطائرات التي تصل في موعدها قولنا يا اما ما توصلش الطائرة سفر او توصل طائرة واحدة او طائرتين او ثلاثة هادو قيم الاكس بما انه متغير منفصل كل مره نعودو عن قيمة نعودو بسفر بواحد باثنين بثلاثة المعادلة اللي كتبناها بدل البي حنحطوه تلت ارباع بدل الاكس حطينا هناكس توقيمتها سفر لانه هنحطو القيم اللي عندنا بدل الكيو او حطينا ربع وهناي ان ناقص اكس اللي هي سفر ناقص القيمة او ان ثلاثة ناقص القيمة اللي عندنا سفر فكانت النتيجة اللي عندنا بعد ما نستخدمه الالة الحاسبة وطبعا تقريبا الكل موجود عنده الالة الحاسبة مفترض بما انه ناقص حصة احصاء اول شيء موجود معانا الالة الحاسبة وفي كل الحصص ان شاء الله القادمة بعد هكي جاهزوا معاكم الالة الحاسبة وتأكدوا من الارقام ما تعتمدش على الارقام اللي موجودة عندنا هناك انت في الامتحان بتكون موجود بروحك لازم تعرف تستخدم الالة وتستخدمها بشكل سريع ودقيق وما تكونش الدقة الا مع التكرار لما نحسبوها بالالة الحاسبة هنالقوا انه سفر من ثلاثة بيعطينا واحد تلت ارباع او السفر اي قيمة نرفعها لأو السفر تعطينا واحد ربع او السفر تلتا تعطينا واحد على اربع وستين وهذه قيمة الاحتمال الكل اللي طالبها هذا اول احتمال انه طيارة ما تصلش عندنا واحد على اربع وستين بنفس الطريقة نبدو نعودو احتمال ال اكس طيارة واحدة تصل عندنا بدل ال اكس حطينا واحد هنا فرق بدل ال اكس واحد وهنا بدل ال اكس واحد هنا اثنين منين جتنا لو نتذكروا القانون ان ناقص اكس ثلاثة ناقص واحد جتنا اثنين بالالة الحاسبة هنالقوا الناتج في الاخير تسعة على اربع وستين الاحتمال هناك بر كان واحد على اربع وستين ولا تسعة على اربع وستين ان الطيارة توصل بعد هكي او طيارة واحدة توصل عودنا بقيمة اثنين وبقيمة اثلاثة وجدنا الاحتمالات واستخدمنا الالة الحاسبة طلعت الاحتمالات اللي عندنا طالما استخدمنا القيم كلها من سفر لثلاثة لو نجي نجمع الاحتمالات اللي موجودة عندي هنالقى هنالقى انه سميشن الاف اي بيسوينا واحد مجموعة القيم هادي اتأكدوا منها وفي بعض المعلومات هنتركها للطالب يتأكد منها ان الاحتمالات مجموحة واحد واحد مع تسعة مع سبعة وعشرين مع سبعة وعشرين هنالقى المجموعة اربعة وستين وطبعا جمعت البسط على طول لان المقام عندنا هنا متوحد فهذا او هادي الفقرة الاولى اللي طالبها طالب بعد هكي متوسط التوزيع وانحرافه المعياري متوسط التوزيع اللي هي الميو بتسوينا الان في البي تعويض مباشر طالما حددنا القيم من البداية اعرفنا الان قداش تساوي اعرفنا البي قداش تساوي على طول نعوضه مباشرة وتطلع عندنا القيم الان ثلاثة البي تلت ارباع حاصل ضربهم تسعة على اربعة تلاحظو هنا لما بنوجد متوسط نوجد تباين القيمة معاش عندي تكون احتمال الاحتمال شروطة ومسلمات الاحتمال قيمة الاحتمال بين سفر وواحد لكن هادي عبارة عن قيم معناها بتكون اكبر من السفر احتمال تكون اكبر من سفر او تكون اكبر من الواحد بصورة عامة اكبر من مجموع الاحتمالات هني طلعتنا القيمة 2.25 التباين ان بي كيو حاصل ضرب القيم في بعضها عدد مرات تكرار البي لكيو بيطلع عندنا ناتج تسعة على ستاش التباين طلع عندنا قيمة اقل من الواحد بس ملاحظة مهمة على التباين التباين باستمرار يطلع قيمة موجبة سواء كان اهنايا عندنا في التوزيعات الموجودة عندنا او قبل هيك لازم لما تحسبوا تباين مستحيل انه يطلع عندكم قيمة سالبة علاش لانه عبارة عن قيمة تربيعية التربيع يلغي عندنا الاشارة السالبة فالتباين هناك كان تسعة على ستاش لانحراف المعياري جدر التباين مباشرة اخدينا جدر سيجما تربيع اللي هي جدر تسعة على ستاش تعطينا تلترباع ولو وجدناها بالفاصلة خمسة وسبعين من مية الطلب اللي بعده احتمال وصول طائرتين على الاقل اهنايا بنبدو نوجد احتمال يعني القيمة لما بنحسبه نحطه في بالنا طالما طلب احتمال لازم تطلع القيمة بين السفر والواحد احتمال وصول طائرتين على الاقل في موعدهما قداش تيارة بتكون عندنا طائرتين على الاقل كلمة على الاقل في الاحصى نقصده بيها العدد اللي موجود واكبر نبدو بالتنين لغاية الثلاثة اكبر قيمة اللي هي الان ثلاثة يعني بنوجدو الاكس ثنين او الاكس ثلاثة نجو نحطوه بصورة احتمال البي او اكس اكبر من او تساوي اتنين بيسوينا احتمال ال اكس اتنين زائد الاو تاخد اشارة الموجب زائد احتمال ال اكس تساوي ثلاثة القيم هذه وجدناها من الطلب الاول لكن هنا عودنا كتبناها اللي هي بتطلعنا 27 على 64 زائد 27 على 64 الناتج 54 على 64 قيمة احتمالية طالما البسط اقل من المقام يعني قيمة اقل من الواحد وكانت بيلكم ملاحظة بامكانكم تستخدموا الالة الحاسبة لاجاد الاحتمالات المطلوبة نجل المثال الثاني واحدة واحدة ركزوا مع كل المثال ومع كل المطلوب فيه والمعطيات اللي موجودة اهني جيجا لنا اذا كان متوسط الاخطاء المطبعية اول حاجة جيجا الكلمة متوسط تاني حاجة اخطاء مطبعية يعني مكان طالما انه مكان يعني على طول بنفكر في توزيع بوايسون ما هواش توزيع ذات الحدين وحددنا الامكان وين الاخطاء المطبعية في احدى صفحات كتاب وقال ثلاثة اعطنا الرقم اكبر من ثلاثة يكفينا في توزيع بوايسون انه يعطينا قيمة عدد واحد متوسط او معدل او تبايل ومنها نقدر نوجد اي طلبات عندنا طلب منا احتمال عدم ظهور اي خطأ اللي هو اكس تساوي سفر احتمال ظهور خطأين على الاقل خطأين على الاقل العدد واكبر نجو نبدو في الحل الميو اللي عطيهانا المتوسط هي لمضة بتساوينا ثلاثة نكتبوا دالة التوزيع الاحتمالي اللي منها بنوجد الاحتمالات البي تساوي اكس البي تساوي الاكس والقيمة هنا بسفر اي اس ناقص لمدة لمدة اس اكس على مضروب الاكس نجي نعوده بالسفر لان طلبنا الاكس بسفر اي اس ناقص ثلاثة قيمة لمدة ثلاثة عودنا بيها الثلاثة اس افس السفر اللي هي الاكس سفر على مضروب الاكس اللي هو مضروب السفر مضروب السفر مضروب السفر معروف انه هو واحد ونجيب نوجد القيم هادي باستخدام الالة الحاسبة حنا لقى الناتج 0.05 اللي هي 5 من 100 الطلب الثاني ظهور خطأين على الأقل احتمال الـ x أكبر من أو تساوي 2 أكبر من أو تساوي 2 شم معناها؟ الـ x لوين تمشي ممكن يكون 2 3 4 وقلنا في توزيع بوايسون تمشي لما لا نهاية عطينا ملاحظة في البداية لما يكون أكبر من نغيره المتباينة اللي عندنا لا يمكن إيجاد القيم لما تمشي لمالا نهاية كيف نغيروها؟ بالإحتمال المكمل نقوله 1 ناقص احتمال الـ x أقل من هنا كانت أكبر من أو تساوي شفتوا غيرناها ليه أقل من أقل من نفس القيمة نجيتنا نشوف شن هي الأقل من حنريقى السفر والواحد اتحدث عندنا القيم على طول وجدناها حنقوله 1 ناقص ونحطوها بين أقواس بش نضرب الإشارة السالبة في كل القيم بعد ما نجمعوها احتمال الـ x تساوي 0 زائد احتمال الـ x تساوينا 1 وهذه القيم بالتعويض المباشر في الدالة هذه الموجودة عندنا السفر وجدناها والواحد نفس الشيء نوجده بالآلة الحاسبة نجمع بعدين القيمة اللي بتطلع عنا الناتج اللي هو 0.2 نطلحه من 1 يعطينا 0.8 طبعا في هلبة طلبة لما نقول 0.2 يقولك لا مكتوب 0.20 0.20 هي 0.2 الأعداد لما تكون أو الأسفار لما تكون على اليمين مليهاش أهمية وهذا الحل بالنسبة للمثال التاني طبعا مثالين تعويضات مباشرة اشملنا بيهم كل المطلوب عندنا في توزيع دات الحدين وتوزيع بوايسون عرفنا كيف الميزه بين التوزيعين عرفنا أهم الألفاظ المستخدمة في الصيغة اللفظية عرفنا أهم المواصفات اللي موجودة في التوزيعين وطبقنا عليهم وإن شاء الله ما تكونش الأسئلة عادة طالع عن البرنامج هذا أو التعريفات اللي حطيناها نجو نخشوا بعد هكي في التوزيعات الاحتمالية المستمرة كانت عندنا المتقطعة عرفنا التوزيعات المتقطعة وقلنا هي عبارة عن قيم أو متغيرات قابلة للعد لكن المستمرة تكون قيم غير قابلة للعد ما معنى غير قابلة للعد في لغات الأحسن ولغات الأرقام غير قابلة للعد يعني ممكن يكون فيه عدد صحيح معه كسر زي الأطوال زي الأوزان باستمرار يكون معها كسر فمعناها هذا هو معنى كلمة مستمرة لما تمروا بأي تعريف شوفوا التعريفات اللي مرت عليكم قبل هكي وحاولوا أنكم تسترجعوها باش لما تجيلوا الانتحان تلقوا روحك رجعت الكتاب من خلال درس واحد رجعت مجموعة دروس مع بعضها هنا يوجد عدد لا نهائي من التوزيعات المستمرة ولكن أهمها التوزيع الطبيعي واللي يتعلق به توزيعتي هذا علاش كتبنا توزيعات مستمرة هامة وقبل هكي توزيعات متقطعة هامة اللي هي مستخدمة بصورة كبيرة عندنا التوزيع الطبيعي بنجي ناخذ التوزيع الطبيعي بالتفصيل وشين يكون فيه وشين ما يكونش فيه نجي نعرفه يسمى بالتوزيع الطبيعي لأن الكثير من الظواهر المشاهدة في العلوم الطبيعية تتبع هذا التوزيع أو يستعمل كتقريب لتوزيعها من الظواهر لمتغيرات أخرى زي الأطوال زي ما قلنا والأوزان ومستوى الدكاء كلها عبارة عن متغيرات هنا مستمرة لما نجي نستخدمه تقريبها بشين نقربوها بتوزيع الطبيعي وبصورة عامة لما قيمة الان تكون كبيرة جدا حتى لو كان هذه معلومة بسيطة حتى لو كان التوزيع متقطع تكبر قيمة الان لما نجي نرسموها نلقوها تاخد شكل التوزيع الطبيعي تقول للتوزيع الطبيعي واللي بنتعرف عليها في نظرية النهاية المركزية منحنة دالت كتافة الاحتمال للتوزيع الاحتمالي المستمر يسمى المنحنة الطبيعي من كلمة التوزيع الطبيعي هو منحنة ناقوسي الشكل اي وحيد المنوال يمتد طرفاه الى مال نهاية ومتماتل حول الوسط الحسابي طبعا الفقرات هذه موضع اسئلة لما نجي نقوله تعريف معين لازم نركزه المنحنة اللي عندنا شكله ناقوسي وحيد المنوال الاطراف ليه تنتد لمال نهاية وهو متماتل حول شكون حول الوسط الحسابي نجي رسمة المنحنة الطبيعي هذا الشكل النقوسي ولا تشوفوه يشبه النقوس متماتل حول الوسط ميوم شم معنى كلمة متماتل اهنايا الوسط لو جينا رسمنا خط مستقيم يتصد بالقمة اهنايا منيقوا الشكل ينقسم لجزئين متساويين مع بعض نصين نصين متساويين وعندنا انحراف معياري الانحراف المعياري هذا اللي يعطينا ارتفاع المنحنة اللي عندنا اكس بالنسبة ليه المتغير لو كان عندنا المدى حيكون من سفر متغير طبيعي متصل مداه من سفر لمال نهاية والتعتمد دالة التوزيع بالنسبة للتوزيع هذا على معلمتين المعالم للتوزيعات مهمة جداً توزيع دات الحدين نكرر ونعاود كانت المعالم ليه الان والبي ونضيفه معهم لكيو توزيع بوايسن المعلمة ليه لكن التوزيع الطبيعي الوسط الحسابي ميو والتباين سيجما تربية هما هادو معالم التوزيع ليه يعني ما نقدرش نوجد دالة التوزيع الاحتمالي الا ما تكون عندي القيمتين هادو نجي صورة دالة الكتافة الاحتمالية ولو لاحظتوا اهنا يا دالة كتافة معجش دالة كتلة دالة كتلة تطلق على او تطلق للمتغيرات المنفصلة لكن دالة كتافة لما يكون عندي توزيع مستمر انسموها دالة كتافة الدالة هادو الصورة ليها الف اوف اكس تسوينا واحد على جدر تو باي سيجما تربية اي اس ناقص اكس اكس ناقص ميو على سيجما الكل تربية حدود الاكس بتكون من نقص ما لا نهاية لما لا نهاية الاي هو العدد الطبيعي اثنين فاصلة واحد وسبعين تنمية وثمانية وعشرين الباي القيمة المستخدمة قيمة تابتة اثنين فاصلة اربعتاش مية واربعة وخمسين قيمة متكبيرة وطبعا ما فيش داعي ان احنا نحن نعفضو القيم هادى لانه موجوده عندنا في الالة الحاسبة خواص التوزيع الطبيعي منحنى متصل لكل قيم اكس الحلامة هادى معناها لكل قيم اكس ما معنى متصل معنى متصل يعني هنا يرسم بخط مصول بخط واحد وتعرفت عليه في سنة ثانية التنوي هادى معنى متصل طبعا والاكس هادى تمشي من نقص ما لنهاية لما لنهاية وحيد المنوات زي ما شفنا في التعريف متماتل حول ميوم الوسط الحسابي اللي هي ميوم وهي القيمة المقابلة لقيمة لقمة المنحنى ثلاثة المساحه المحصورة بين المنحنى ودالة الكتافة الاحتمالية والمحور المنحنى دالت الكتافة الاحتمالية والمحور الافقي أساوي واحد يعني هذه المساحه اللي موجوده هنا تحت المنحنة والخط الافقي المساحه هادى والخطوط هنا مههما امتدت قيمتها واحد اللي هي أعلى قيمة في الاحتمالات بعدين الوسط الحسابي ميو يسوينا المنوال يسوينا الوسيل هذا جاينا منين؟ جاينا من التماتل المنحنة اللي عندنا منحنة متماتل رقم خمسة يمتد طرفاه أو طرفاء المنحنة إلى ما لا نهاية ويزيد مهما امتدوا ويزيد اقترابهم للمنحنة لكن ما يمسوش المحور اللي عندنا وما يلتقوش مع بعضهم نهائي رقم خمسة معامل الالتواء للمنحنة يسوينا سفر طبعا معلومات مرت علينا قبل هكي مرة علينا معامل الالتواء مرة علينا المنحنة كيف يكون متماتل والتماتل للوسط يسوي المنوال يسوي الوسيل رقم سبعة المعامل العزمي للتوزيع خيرة شن يسوينا يسوينا ثلاثة ولما نقول معامل العزمي ثلاثة معناها التوزيع معتدل اللي هو متماتل المساحة تحت المنحنة ممكن نحدوها بالقيم هادي لما نقوله اكس اكبر منه واقل من اكبر منه واقل من شنو لما نقوله ميو ناقص سجما وميو زائد سجما طرفين هادي بيعطينا قيمة محددة اللي هي سفة فاصلة ثمانية وستين ستة وعشرين قيمة تابتة لما نقوله ناقص اثنين سجما او زائد اثنين سجما بيعطينا القيمة هادي احتمالات تابتة تم حسابها من قبل الناس مختصة في الاحصار لما نقوله ناقص ثلاثة سجما وزائد ثلاثة سجما نفس الشي قيمة تابتة هادي من ضمن خواص توزيع الطبيعي اهنا ملاحظة مهمة عندنا الملاحظة هادي شين تقول تحسب هذه المساحات باستخدام التكامل وبما عنا دالة الكتافة ليس من السهل تكاملها زي ما شفتوا دالة الكتافة اللي موجودة عندنا هادي صورتها دالة طويلة هلبة وعبارة عن دالة قسية والإكس موجودة في القس لو بنستخدم او بنكملها يكون تكامل صعب جدا فنستخدموها أو نوجدو المساحات باستخدام التوزيع الطبيعي المعياري ومن هنا بتكون عندنا الاحتمالات أو المساحات اللي هي نفسها الاحتمالات من سهل إيجادها الاحتمالات طبعا تم حسابها ووضحها داخل جدول من هنا بنجو نعرفو التوزيع الطبيعي المعياري توزيع الطبيعي المعياري شين هو هو توزيع بتكون الميولي سفر والتبارين واحد التوزيع الطبيعي كانت الميو بصورة عامة والتباين بصورة عامة لكن لما نعطوهم القيم هادي ولازم تركزوا في الامتحان ممكن نجيب لك القيمة معكوسة وهل بطلبة ميركزوش ويعتبروها صحيحة لازم تركزوا إن الميو هي اللي تاخد قيمة السفر والتباين سيجما تربية هو اللي ياخد واحد هنا كيف نحولوا أي متغير عندنا لمعياري طبعا بتكون عندنا متغيرات اكس وبتكون عندنا القيم هادي بصورة عامة كيف نحولوها لمتغيرات معيارية باش نقدروا نوجدوا المساحات المتغير اكس كيف نحولوه لمتغير زد معياري لازم نستخدمو الصيغة أو الدرجة المعيارية مر علينا قبل هيكي زي ما شفتو كده حاجة نقول عليها مر علينا قبل هيكي لإن علم الإحصاء وعلم الرياضيات العلوم الرياضية كلها على بعضها مرتبطة ببعضها هنايا الدرجة المعيارية زد تسوينا اكس ناقص ميو على سجما هي اللي بنستخدموها هذا المنحنة اللي بييننا القيم الدالة بتولينا الف اوف زد معدش الف اوف اكس زي ما كانت هنايا الف اوف اكس هتولينا الف اوف زد بتسوينا واحد على جدر تو باي اي اس ناقص نص زد تربية وقيم الزد من ناقص ما لنهاية لما لنهاية منين جتنا هادي جتنا لما عوضنا بدل بدل الاكس بدل الميو السفر والسجما واحد اعطتنا دالة التوزيع المعياري اللي هي الدالة هادي واللي منها بالامكان ايجاد الاحتمالات وطبعا اليوم نوقفو لهنايا وان شاء الله في درس جاي في حصة جاية نتعرفوا على كيف نوجدو التوزيع ونوجدو المساحات كيف نحاولو توزيع من توزيع معياري او من توزيع مستمر وتوزيع طبيعي لتوزيع معياري وان شاء الله هنعرفوه بالتفصيل ونوجدو القيم مع بعضنا وان شاء الله تكونوا استفدتم من حصة اليوم وانتظرونا في الحصة الجاية معاكم الاهلة الحاسبة ومعاكم ورقة وجلم واحسبوا معانا احتمال يكون عندنا اخطاء طلعوا عدد الاخطاء اللي موجودة عندنا وقلنا عدد الاخطاء عبارة عن معدد اللي هي توزيع بواسط يعني نقدو نربطو كل الامور الاحصى بالحياة الطبيعية والعملية الموجودة عندنا ونتلاقو الحصة الجاية اشتركوا في القناة